القرن الماضي يشهد إقليم ناغورني كارباخ نزاعا طويلا بين أرمينيا وأذربيجان شهد البلدان توترات عديدة خلال السنوات الماضية راح ضحيتها مئات القتلة المزيد مع نادين مرد توتر كبير عند الحدود بين أرمينيا وأذربيجان قد يتطوروا إلى حرب شاملة بين البلدين إقليم أو مقاطعة ناغورني كارباخ الكلمة المفتاحية في النزاع الأطول ضمن المجال السوفيتي السابق هو إقليم أو مقاطعة ناغورني كارباخ إقليم جبلي عاصمته ستيبانا كيرت يسميه الأرمينيون أرتساخ بينما يسميه الأثريون يخاري كارباخ مساحته نحو 4800 كم مربع ويبعد عن مركز العاصمة باكو نحو 270 كم في يوليو من عام 1923 أعلنت سلطات أذربيجان إنشاء مقاطعة ناغورني كارباخ ذات الحكم الذاتية بين عوام 45 و83 جرت محاولات ضمن المقاطعة إلى أرمينيا لأن هذه المحاولات وجهت بقوة من القيادة المركزية السوفيتية في موسكو في عام 87 تقدم سكان الإقليم للقيادة السوفيتية بطلب لنقل السيادة على الإقليم من باكو إلى ييريفان عام 94 دخلت روسيا رسميا في المعركة من خلال الدعم غير المحدود ليريفان بالسلاح وهذا أدى بطبيعة الحال لتقدم الأرمن بالحرب وسيطرتهم على ما يقرب من 20% من مساحة أذربيجان الكلية في العام ذاته وقعت أذربيجان وأرمينيا وجمهورية ناكورني كارباخ غير المعترب بها اتفاقية وقف اطلاق النار استمر الهدوء على خط النار حتى عام 2017 حيث شهدت المنطقة شباكات أدت إلى مقتل العشرات من الطرفين لتتجدد للشباكات في يوليو تموز من العام الجاري بشكل واسع على عدة محاورة حدودية سقط فيها جنرالات وجنود من الجيشين في منتصف شهر يوليو الماضي حددت تأثير بيجان رسميا بتوجيه ضربة صاروخية لمحطة ميتسابورا الأرمينية النووية في المقابل حددت أرمينيا بسهدى في خزان البيه الرئيس في باكو أغلب النزاعات السابقة حول إقليم ناكورني كارباخ تم حلها عبر وساطات دولية سواء من روسيا أو الصين أو إيران أو تركيا التي تقول إن أرمينيا تهدد المنطقة بأرمينيا